ومن وإلى لجنة العلاقات الخارجية بيغادر اليوم وفدا برلمانيا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يترأسه أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس إنواب وذلك بناء على دعوة الرسمية من البرلمان الأوروبي للمشاركة في جلسة استماع خاصة عن مصر للحديث عن كثير من القضايا السياسية والدولية وموقف الدولة المصرية منها وقال أحمد سعيد رئيس اللجنة أن جلسة الاستماع الخاصة بمصر من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أنه سيتلو كلمة مصر خلال مدة تقدر بخمسة عشر دقيقة ثم بعد ذلك سيتلقى الوفد أسئلة عن مصر وعن علاقتها بالبرلمان الأوروبي لافتا إلى أن الوفد جاهز للرد على كل الأسئلة وأضاف سعيد أن كلمته التي أعدها تتضمن الحديث عن الأوضاع في مصر وعن علاقة مصر بالبرلمان الأوروبي وتصحيح أي معلومة مغلوطة أسيرت عن مصر خلال الفترة الأخيرة والتحديات التي تواجه مصر وكيفية تطوير علاقتها بالبرلمان الأوروبي هذا إلى جانب عدد كبير من القضايا الهمة الموجودة على الساحة السياسية حاليا